المصدر للحديث من أين أتيت بالحديث الله يخلك إن شاء الله رأعتك الأستاذ محمد صالح رأس ساعدك رأس كان يتكلم من المفروض رأس عندك مجال أنك تجيبينه من أين أتيت بكلام يعني هل أنت تكذب على الله وعلى الرسول أم عندك لك مصدر ولك يعني من أين خديس الصدق والله أنا جاوبت أكثر من مرة وإنت ما تحبت طليل أنا تعالصادق الأمين مازالا ما تخلمت لنشع الصدق الرواية نفسك رواية نفسك رواية صدق الرواية رواية عطينا الرواية فقط كتب التاريخ لا تأتي بالأسانيد من أين كتاب تاريخ؟ لا ينبني عليها أمر عقيدة لأنه بالأصل من جبت الرواية؟ اليوم أنت وياه وياه صار طرحت عدة أسئلة وأنا إلى الآن لم أجيب لا تعلق إذا لم آتي لك بسند ممكن بعض الأصل ليس له لا أسند ولهم يحزنون يا أحمد شيخ أحمد الله يخليك بدون سند مهم الآن خلص نفسك وعطينا كلام حتى أولا في جوجل ادخل الجوجل إلقى كلام نعم نعم تكلمت لك في سير ابنهي الشيء وهذا الكلام موجود في البداية والنهاية لابن الأثير الآن اتقل لنقطة أخرى لا 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 غير وجود تكلمت كثيرا أنت ومحمد صالح وهذا القديم جاء الدور الآن كلامي غير وجودا ماشي ماشي بعد إذن اخجاب عطيني وقت عطيتكم أحترم أنت يا مهيوب أنا محترمك حبيب عطيني الوقت مشان أنا أبقى معك محترم بدأك تظلمني في مساء في الوقت أنزيل وخلاص شوف أنا محترمك وما حبش نغلق كلمك تتكلم ساعة ساعتين ما فيش مشكلة والله أعطيك 15 دقيقة أعطيني هذه الرواية وين نلقاها قلت لي مش موجودة في ابنه هشام فين نلقاها افتح لي وري لي ببنه هشام فين موجودة ولا أطلم الجمهور كلهم أتأكذب عليكم لا توجد لي الرواية دخل علي نحن مهيوب نحن عندما نأتي عندما نأتي نتناقش ما ننجهز لموضوع معين فأنا لا أستطيع أن أحضر الأدلة كاملة نحن المشكلة كل شيء نتصدق لموضوع فأنت كلامك أنت كلامك تريد كلامك تريد تريد واحد وراء مكتبة طوله 10 متر عرضه 50 متر أبرك كل شوية طاله لك كتاب وقالك تفضل بالنهاية أنا لو أتيت لك بالحديث الحديث الحديث لا ينبني عليه أمور عن قضية ولا أمور شرعية فبالنهاية أنت صدقت تذكري لا ينبني عليه أمور شرعية وعقضية نتقل لنقطة أخرى أنه التاريخ الأمام محبوظ تاريخنا محبوظاً أكثر منكم فهذه البلاد الإسلامية المفتوحة والطنطينية أنا أغلقت لك المايك أنا أغلقت لك المايك الآن يا شيخ اسمع مليح أنت تستدل برواية موضوعة ليست موجودة ماليش أعطينا الرواية ما أعطيناش السند الآن خلاص أنت نسألت قتلي هذا حديث صحيح الآن أنت سحبت هذه ما كش مشكلة أنا الآن عندك خيارين يا إما تسحب تقولهم كنت أكذب لا يوجد شيء وإما تفتح البيس إحداك تكتب فيه أن نلقى هذا دخل عليهم السندق الأم لأن أنا أكتبتها هون مش موجودة خلاص هذا الحديث مرفوع ما ليس موجود أصلاً شو يعني مرفوع؟ لا توجد رواية أبداً بهذا النص لا توجد رواية أبداً بهذا النص لو أعطي تبحث من هنا لقمسة وسبعين ألف سنة لا توجد رواية في أي كتب بهذا النص يا شيخ أبو مهيوب أكتب علي هذا الكلام سجل علي هذا الكلام أنا أأتي لك بالدليل إن شاء الله تعالى في موقف آخر كي لا يأخذ مني الوقت كثير تمام؟ الآن ننتقل لنقطة أخرى بعد إذنك لا 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 أنا أقول لك إما تسحب كلامك ولأنه هنا في الوقت تعيي تمام لا أما تنتظرني وما تتكلم أي كلمة ممكن أطول نصف ساعة تمام؟ ما تقول هارب ما هارب ما تتكلم ولا كلمة خذ ساعتين ثلاثة يلا هروح بحث جيبنا الرواية تمام خليك خليك على الخط أنا بس عايزة أبطي الموضوع عشان نحسن لبينك تفضل يلا أنا خليه يعمل متى ودور براحته اه اغلق المايك بس سادة أحمد وفتح خد راحتك لأنك أنا وقلا يسحب كلامك تفضل أنا طبعا آآ رواية إن حصلت مشكلة ودخل الرسول فقالوا دخل علينا الصادق الأمين قدامه من هنا لحد 17 مليون سنة يدور ده أولا ثانيا هو قال إن الأحكام الشرعية فقط التي تأتي بالسند أو للمسندة طيب أمام الجميع الآن يا ميهوب سأذكر حديثا مشهورا جدا في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم متفق عليه في أعلى درجات الصحة وسنرى إذا كان هذا حكم شرعي أم ليس حكما شرعي حديث في البخاري ومسلم ماذا يقول الحديث يقول الحديث أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض وأرجو أن تأتي الحديث يا ميهوب عشان الناس تشوف وكان موسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا الصلاة والسلام يغتسل وحده يعني بني إسرائيل كانوا يستحموا مع بعض ويبصوا البعض وينظروا لبعض إلا موسى لم يكن يستحم معه فقالوا بني إسرائيل قالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر يعني ما يمنع موسى أنه يغتسل معنا إلا أنه موسى يغتسل فوضع ثوبه على حجر كان بيغتسل لوحده فوضع ثوبه على حجر لماذا؟ لأنه بيغتسل لوحده والله الآن الإله العظيم القدوس يريد أن يبرق موسى من هذه التهمة إن الخصيتين بتوعوا كبار ففر الحجر بثوبه الحجر أخذ سياب موسى وجرى الحجر أخذ التوب وجري وموسى عريان وموسى عريان فجرى موسى وراء الحجر وقال ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر وهو يجري وراء الحجر ونظرت بني إسرائيل إلى موسى وقالوا والله ما به بأس لا ده موسى كويس الأحجام كويسة حجم الخصيتين كويس حجم الخصيتين مضبوط مضبوط فمسك موسى الحجر بعد طبعا ما تأكدت بني إسرائيل أن الخصيتين بتوع موسى كويسين فموسى بعد ما مسك الحجر وخذ سوب ضرب الحجر سبع دربات أو ست دربات هو أبو هريرة بيقسم أبو هريرة على فكرة روى الحديث ده قال والله بيقسم إنه لندب بالحجر ستة أو سبع يعني عمل سبع جروح جروح في الحجر يعني ضرب الحجر ستة بوكس ضرب الحجر ستة بوكس ستة بنيات ستة بنيات فعمل في الحجر ستة أو سبع طبعا عشان تعرفوا الأمانة العلمية لكي تعلموا الأمانة العلمية أبو هريرة مش متأكد هل هم ستة جروح أو سبع جروح هذا الحديث في البخاري ومسلم في البخاري ومسلم شكرا لك يا ميهوب تحياتي ليك وليفريدريك حبيبي وطبعا قبل كده جاك حبيبي الكل ودايما بسك كده منور ودايما كده يعني هنا المدرسة وهنا الكلية حبيبي وأنا معك السم الزول ميهوب كين صوت؟ لا نسمعك ميهوب خمسة على خمسة أنا نسمعك أنا نسمعك خمسة على خمسة شوف أولا أنا استغربت من تدخل تا الشيخ أحمد لأنه ادعاء ادعاء في الأول أنه وهذا الادعاء دائما ما نسمعه من المسلمين بأنهم متميزين وأنهم أفضل من غيرهم فقط لأنهم أمة متن وسند راه قال نحن أفضل من باقي الناس ونمتميزين عليهم لماذا؟ لأننا أمة متن وسند ويعني مع كل احترامات لشخصه لكن لا أعتقد أن الأستاذ أو الشيخ أحمد مطلع كثيرا على ما ذكر في علم المصطلح أو علم الحديث رواية أو ديران من خلال المعلومات اللي كان يقولها أو الأشياء اللي كان يستند على أو هو أصلا لا يفرق بين رواية متى نقول أن هذه الرواية صحيحة أو ما تستلزم هذا السند ومتن أو لا تستلزم أولا ليكون في علمك ما كانش علاقة بين ما قبل البعثة ومن بعد البعثة وأغلب العلماء عندكم أهل السنة والجماعة يتطفقون على أن ما ذكر في السيار والمغازي وما ذكر في التفسير هي أحاديث لا سند لها بل لا متن لها أصلا وهذا الحديث اللي جبت ونتها دخل علينا الصادق الأمين هذا حديث موضوع لا أساس له لا سند ولا متن له لا توجد لا رواية ولا سند متصر مرفوع إلى النبي مرفوع رواية إلى النبي يعني غير ما التعب رأحك وما التعب شروحك في البحث لا يوجد ثانيا تفتخروا تقول نحن فقط أني نستمع لك يا أخي ما قطعتكش لأنه أول تدخل لي هذا يعني ثانيا تتكلم على السند أو المتن وتقول نحن أمة السند والمتن أنا أتمنت لو كان جيته لو جيت مثلا فهم أو مطلع ما معنى السند أصلا أو ما معنى متن أو هذه القواعد التي وضعت في علم المصطلحين من قوسين علم المصطلح هل هي ممكنة عقلا أو لا لأنه مثلا كنقول أن السند ما هو السند هو العنعنة أو هو سلسلة الرجال التي ترفع التي يعتمد عليها الروات في رفع النبي أو رفع المتن إلى النبي وضعوا فيها شروط كنت تكلموا على شروط الرجال من بين هذه الشروط مثلا وعلى فكرة علماء هذا الحديث علماء هذا هم بعظمة لسانهم يقولوا بأن هذا هو خبر الأحاد يفيد الظن ولا يفيد القطع هي أمور ظنية وليس أمور القطع من بين هذه الشروط قالوا هل نسمع أمور القطع أمور القطع أمور القطع قلت حتى علماء هذا العلم بين قوسين يقولوا بأن هذا خبر الأحاد يفيد الظن كما ركت عرف خبر الأحاد الغريب والمصطفيد والمشروع إلا يا خليل نشرحها بالدرجة لأنه عليها هم يخلعون بالمصطلحات ونعتقد بأنه فعلا علم وكذا من بين هذه الشروط يقولك أن هؤلاء الرجال أنه يكون ما ذكره مثلا ابن صلاح في مقدمته القاعدة التي اعتمد عليه البخاري ومسلم وكل هؤلاء الرواة العلماء الحديث عدل ضابط مسند متصل من غير علة ولا شذوذ معنى عدل ما معنى الضابط الضابط لم ينسيش وعد مين ينسيش عدل يعني صادق مكذبش هنا فقط نتسأله في الجزئية هذه هل من المعقول أن يكون هناك إنسان صادق وما ينسيش طول عمره حتى لنفر جدلا أن هناك شخص ما كذبش مدة ثلاثين عام أو ما نسيش مدة ثلاثين عام هل يمكن أنه مستحيل أن يكذب مستحيل أن ينسى هذه خزعبالات غير صحيح لا يمكن ثاني فقط نسيش فضل فيديك ما توقف شيء منين عرفنا من أين عارفنا أن فلان عدل ضابطه هناك ناس خريب يتبعون بأقصر في شيء اسمه علم الجرح والتعديل جرح الرجال والمثل هي منهجية وقاعدة فاسدة يستحيل أن يقع حتى لو كان فلان مكذبش مدة ثلاثين عام ما يضمن لي أنا ما أدراك أنت ممكن أنت الآن تعطيني دليل عقلي على أنه في هذه اللحظة لم يكن كاذب هذا الشيء ممكن عندك أو أنه لو لم ينسى والنسيان من صفة الإنسان إنسان ينسى هذه الثاني حاجة ثالث حاجة لا لا ما عليش أنتم ما ما تنسوش على بنا ما تنسوش ثالث حاجة إذا راح تستدل بأقوى القريش وتروح جيب لي ريون إذا كنت تعتبر بأن كلام قريش معيار فلنعتمد على كلام قريش الموجود في القرآن قريش تقول بأنه سيحر تقول بأنه مجنون بأنه مريف لماذا لا تعتمد على هذا؟ هذا بعد الدعوة لماذا قبل الدعوة لم تقول به أنه كاذب ومجنون؟ قبل الدعوة أنا أنت حدك الآن جيب لي دليل واحد أن قريش قالت بأن النبي صادق وأمين قبل الدعوة نتحديك الآن متصل سند المرفوع المثل نجيب لي نتحديك الآن مهيوب بعد ذلك أنا عندي عمل كثير فأنا الآن أتكلم على موضوع الحديث وأمشي قلت لك بدون سند قلت لي جيب ليها بدون سند جيبت لك موجود بالرحيق المختوم موجود بسبل السلام لسيرة خير الأنام نعم ولكن بدون سند نعم 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 هذه السير والسير والمغازي أغلب الأحاديث فيها مقطعة السند لا سند تمام تمام هذا علم التاريخ ولكن الحمد لله رب العالم لا متنى لها يا أستاذ أحمد التي ذكرت في السير والمغازي في السيري أغلبها أغلبها سند تاريخ بدون سند ولكن أنتم أمة لا سند يعني أنتم من يأتي يخرط ويجذب من يأتي يخرط ويجذب نحن الحمد لله أمة مسندة إلى الآن لم يتم التلعب في القرآن خلينا تريد أقرأ لك تريد الآن انتقل إلى نقطة أخرى مشان ما تتم علي عليها اسمعوا ميهوب الكافر المرتد عنده مئات الفيديوهات أبدا 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 وتحدى كل شيوخ المسلمين وهم طلعوا عديد منهم أئمة شيوخ قلت لهم إذا لقيتوا من تيت حديث اسمح لي اسمح لي غير هذه الجملة جملة ومع دخل الكلام قلت لهم إذا لقيتوا أنا فقط أعطي الحديث الصحيحة حتى أستخيلوا هذا كافر زنديق هذا البندم اللي أمامكم ما يستدلش حتى يعني بالروايات ويستدل فقط بالحسس حتى الحديث الحسن اللي هو منفروض يستعملوه ما نستعملوش أنا نستعملوه فقط كحجة عليهم والشيوخ الآن يجون يكذبون على الناس ويقول لك عن ابنه ترطور ابنه كرخار ابنه زرزار ابنه كركار هذه هي رواية سبحان ربك رب العزة عن ما يكذب شيخ إليك كل الحب والرقي والمحبة انتهت الحمد لله رب العالمين أن أمة مسندة ممكن نحن التاريخ لا يحفظ كله ولكن ممكن في بعض النقاط تحفظ في بعض النقاط لا تحفظ ولكن كلام عندكم هاتوا أنتم تاريخ يثبت أمتكم هاتوا تاريخ يحفظ لكم أحكامكم وشرعكم ودينكم نحن الحمد لله رب العالمين القرآن وعندنا بعض أنتم بذاتكم تستشهدون تستشهدون بهذه الأمور عندما يتكلم مسلم بحديث تقول هات الإسناد فأنتم تعرفون بأساندنا وتعرفون بعلمنا أما أنتم أعطيني أمة من الأمم عندها شيء متصل إلى 1400 سنة ما في ولا أمة عندكم وما في ولا أمة غير أمة الإسلام عندها أحاديث متصلة من هنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من 1450 سنة لا يوجد إلا في أمة الإسلام هذا الأمر ولكن أنا الآن إذا ذكرت قصة وطلعت مثلا ليس لها سند ليس هذا الكلام على أنه كذب وليس هذا الكلام على أنه افتراء فدائما السير ليس لها دليل وليس لها سند كباقي الأحاديث لماذا؟ لأنه التاريخ بطوله وعرضه إذا كل ما إنسان يفعل شيء يريد أن يأتي بالسناد فهذه مشكلة كبيرة يعني عندنا فقط التاريخ البداية والنهاية كم أكثر من 12 مجلد يعني 12 مجلد ما يعادل 1230 صفحة فإذا كل حادثة ستذكرها رابو يا شيخ أنا نوافقك أفحدنا اليوم لماذا؟ لأن السند لدينا الآن سند ممكن مئة رجل حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان ونحن عندنا الأمة الإسلامية يوجد رجل كاذب ما هو السند يا حديث؟ إذا عندنا رجل كاذب أو معلش تفهمنا يا أستاذ؟ لماذا نحن عندنا عندنا كثير أحاديث ظنية الدلالة حديث أحاد لماذا أحاديث أحاد لم تكن أحاديث متواترة؟ لأنه نحن فرقنا ما بين الأحاديث المتواترة وما بين الأحاديث الأحاد فالأحاديث الأحاد ممكن في بعضها لا تؤخذ لا يؤخذ منها في مضمون الشريعة ومنها يؤخذ ومنها لكن نحن أغلب عقيدنا على الأحاديث المتواترة هذا فضل للأمة الإسلامية على باقي الأمم أعطيني أمة من الأمم لها تاريخ أمة أفضل تكلم شكرا أستاذ أحمد ركم تسمعوا نعم بهذه الطريقة بالخطب فقط بالقهقها والخطب كما هذا ليمروا هذه الإيديولوجيا لكن لما تأخذ وترد بالهدوء أعطيني سند على كلمك أين أجد هذه مكاشف البارح واليوم وقبلها وقبل الشيوخ كذلك راه عاموا ليه في تيك توك اللي يجي هنا الشيخ يتكلم تخيل سبحان الله والله ما كنت صحيح بخاريو مسلم كل أحاديث ضعيفة كله نسف تنسف البخاريو مسلم كله ضعيف الكتب ست كله ضعيفة والذي يعجبك تأخذ من الكتب تقول أنه هذا كذا وكذا والذي لا يعجبك شوف أولا حتى كلامك يا شيخ لا يوجد في الإسلام أولا علم الحديث أغلب الأغلبية الصاحقة من الأحاديث نسبة 90% هي أحاديث أحد الأحاديث المتواترة هي قليلة ما معنى المتواتر المتواتر ما نقع له جمع عن جمع يستحيله طواطئ الكذيبي فيه هذا المتواتر نعم هي أقلية جدا عكس كلامك أما أغلبية علم المصطلح يعني الحديث المتواتر الثاني هو إما غريب غريب مصطفيذ كملا فريدريكا متقطعوش يا شيخ الأحاديث الأحاديث غريب يعني نقله راون واحد مصطفيذ اثنان مشهور ثلاثة هذا الحديث الأحد هي الأغلبية لجبتك دينك أنا الأنس ألتك أنا الأنس ألتك ما هو تعريف السندي سكتلي لماذا لأنكم تستخدمون شعارات نحن أمة السندي والمتن لكن استخدمون علم الرجال حدثوا رواية المديراية متحقق لذاته لغيره المنقطعون إلى آخر هذه المصطلحات الصعبة التي يسمع المستمعين أعتقد بأنها علم كبير يتخلعوا الناس بالمصطلحات لكن حقيقة الأمر هي أمر تافه كيف لإنسانين أنت تقول أنه سند متصل يعني أنت الآن تدعي بأن علم التاريخ يعطينا معلومات الدقيقة مضبوطة أفضل نستخدم عن فلان أخبرني فلان عن عمال عن حكيم عن زيد عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت فوق حصان إلى آخرين هذا بالنسبة لك ملهجية مضبوطة صحيحة لماذا مضبوطة صحيحة لأن عمر وحكيم عن فلان عن فلان كلهم لم يكذبوا أبدا ولم ينسوا أبدا هذا أصلا شيء 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 مستحيل كيف إنسان لا ينس كيف الإنسان لا ينس هذا أيضا مستحيل في النفس البشري الإنسان يكذب أسمح لي دقيق أيضا من أخبرك بأن هؤلاء لا يكذبون ولا ينسون هل تأكدت من صحة كلام هؤلاء ما أدرك أنت بمن أخبرك بأن هذا ضابط عدم هو كذاب لما ذهب البخاري إلى طبقة ابن سعد أو إلى سير أعلم النوبان عند الذهبي ما أدرك أنت من الذي روي عنه الذهبي ليس هو بعدل قد يكون هو عدل ليس بعدل هو كذاب أنت تعتقد بأن أخبرني فلان عن علين عن فلان أن النبي قال هي أفضل مما المنهجي التي اعتمدها مثلا السوماريين التأريخ أنها منحودة على الحجر ناس خلوا أفار ناس خلوا أدلة أركيولوجية ملموسة يمكن أن تقرأها يمكن أن تلمسها الآن تقارن هالي بأمتي بالعنعنة أصلا أنت يا أخي ماكش فيهم أصلا عن الموسطرة ماكش فيهم فهم عن الحديث ليس دليل الأندلس وإسبانيا والقسطنطنية والفتح مشرقا ومغربا وهذه المساجد أو ليس دليل بنيت من 1450 سنة ليس دليلا هذا أنت تتكلم في مسألة علم الرجال علم الرجال نحن الحمد لله نحن عندنا علم الجرح والتعديل كان الجراح فيما مضى يذهبون إلى الحديث فممكن يخلطون له الأوراق ويخلطون له المتون بين الأسانيد فيقول له تفضل واعرف لنا حديث هذا من متن هذا أو ممكن بعض كما كان يفعل العلي بالمديني وطالبه كان يذهبون إلى المحدث أو في بعض الحلقة الحديث وهم يكتبون فيراقبون أي طالب ينام فيكتبون في موجر التقرير أن هذا الإنسان مجروح في عدالتي أنه لم يروي الحديث ممكن بعد أن يخرج من عند الشيخ يأخذ الحديث من عند رفقائه فمباشر يكتبون في تقرير وضعفون الرجل فعندنا نحن العلم محفوظ ليس أنه فيه علم الجرح والتعديل وأنت قلت بكلامك علم الحديث كله أكثرته حديث أحد لماذا؟ لأنه مجرد إنسان يكذب كذبة واحدة فيضعف الحديث من أجله وما فعله البخاري عندما ذهب إلى بلاد بعيدة من أجل أن يأخذ حديث واحد فوجده يكذب على الحمار فلغى الحديث من أجل أنه يكذب على حمار فعندنا العلم محفوظ بعلم الجرح والتعديل بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا من تأييد الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية كدريك عندك تحقيب ولا قبل أن نبدله الفضل الحبيبي؟ شوف أولا أنه يتكلم فقط أنا الآن سألته ما هو السند وما جاوبنيش وأنا لو كان نستخدمه نسأله الآن ما هو علم الرجال وما هو علم العدل والبيان في علم الرجال أو في شقي الحديث ديراية أنا متأكد أنه ما يفقهاش هي مجرد مصطلحات يعني كراها هؤلاء الناس كل ما يفهموهاش علم الرجال هذا اللي خلعنا به وش هو؟ علم الرجال أن ناس يشتموا في بعضها هذا عدل هذا مصطفيد هذا يأخذوا به هذا لا يأخذوا فيه فقط اتهامات زائفة لا أساسها من الصح ويقول لك أننا نحن من كذب على حمار لو كان جاقاري منهجية البخاري ويعرف الأحاديث المتناقذة عند البخاري وحتى ما قاله العلماء المجتهدين في البخاري منهم الضارة قطني مثلا ما قاله في البخاري أو ما قاله مؤخرا الشيخ الألباني في الضعيف الجامع الكبير للشيخ البخاري أن البخاري في الكثير من الأمور أخذ بناس قاله وعلم بأنهم كذب مثل أبو عد الكوفي أبو عد الكوفي اعتمد عليه في الكثير من الأحاديث وأحاديث أخرى وضعه بأنه كذب لا يخذ به هو أصلا كان متلاقف مثلا مؤاخذاته مؤاخذاته الشيخ الألباني على الإمام بخاري ضعف له الكثير من الأحاديث مؤاخذات الضارة قطني على البخاري كذلك مؤاخذات ابن حجر العسقلاني مؤاخذات ابن الحبان ابن الخزامة كل هؤلاء يبينوا بأن هذه منهجية مضروبة لا يمكنوا نأخذ بها من أخذرش نأتمد على فلان عن فلان عن فلان أخبرني فلان بأنها حقيقة وأنها ينتج عنها علم ومعلم غير صحيح وفي نفس الوقت أدوات التاريخية الأرتيولوجية صوت قطع صوت قطع أنا أعقب وأمشي عندي عمل أدوات التاريخية هو يقول أنه نتكلم فيها فلا تأتي وتريض علينا ويعني تناطح بقرون من خشب فأنتم أم تعلمتم لا من أجل أن تتعلموا وتهتدوا تعلمتم من أجل أن تضربوا الإسلام وما مثله فيكم كما قال تعالى أرأيت الذي اتخذ وأتكلمتوا فقط حول الإسلام ولكن شبهات كثيرة ضدكم لم تجيبوا عنها نسأل الله سبحانه وتعالى يسخر الخير لمن في الأرض جميعا وصلى الله على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم شكرا يا مهيوب على هذه الإضافة شكرا ومرة القادمة أأتي بالسند خي نخصص مئات حلقة مرة القادمة يجيبنا السند حبيبي يجيب مع السند استغفروا الله وأتوبه الآن نضعكو شوي أهلا يا مصطفى الحسناوي الآن لازم نديره أمازال أهلا يا مهيوب يجب أن يلبس عليك نحن نضربين الشروع و تعطلت علي كنت بغير نظر مع